السلام عليكم مدارس الوطن العربي رح نعطي اليوم مادة التاريخ الدرس الثالث نظام الحكم والإدارة في الأندلس للصف الثامن رح نبدأ بمراحل الخلافة في الأندلس فتحت الأندلس في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وأصبحت ولاية تابعة للخلافة الأموية في بلاد الشام وعندما سقطت الخلافة الأموية بالمشرق حاولوا ولاية الأندلس أن يكونوا أمراء مستقلين لا يتبعون أحدا بعد سقوط الخلافة الأموية طبعا هون منكون جوابنا السؤال لماذا استقل الأمراء في الأندلس عن دولة الخلافة العباسية بالمشرق حتى يكونوا أمراء مستقلين لا يتبعون لأحدا بعد سقوط الخلافة هاي أول تتبع لمراحل الخلافة في الأندلس ثانيا اللي هو عن طريق الإمام عبد الرحمن الداخل فأصبحت في عهده الأندلس إمارة أموية تتوارثها الأسرة الأموية وكانت مستقلة سياسيا عن الدولة العباسية في المشرق ولم تعترف بها فقطع الدعاء للخليفة العباسي في خطبة الجمعة ورغم ذلك لم يلقب الأمراء أنفسهم بالخلفاء وإنما اكتفوا بالأمير أو الإمام طبعا شو لقب الحاكم في الإمارة الأموية الأمير أو الإمام طب في هون عنا إجابة السؤال الثاني لماذا قطع الأمويين الدعاء للخليفة لأنه بدل على عدم احترافهم بالدولة العباسية وعدم تبعيتهم إلها وبالتالي دولة مستقلة سياسيا اللي هي الأندلس في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر اتحولت من إمارة إلى خلافة أموية واستمر هذا اللقب اللي هو لقب الخليفة لباقي ذرية عبد الرحمن من بعد حتى بعد سقوط الدولة الأموية في الأندلس وطبعا لازم نكون عارفين أنه نظام الخلافة في الأندلس كان يقوم على أساس التوريذ هلأ صار في عنا ثلاث خلافات في العالم الإسلامي خلافة عباسية في بغداد وخلافة فاطمية في شمال إفريقيا ومصر وبلاد الشام واليمن والحجاز والخلافة الأموية في الأندلس طبعا ثانيا رح نأخذ الوزارة والحجابة في الأندلس لكن قبل ما أعرفكم عن الوزارة في الأندلس رح نتعرف على مفهوم الحجابة وهي منع أو حجب دخول الناس للخليفة إلا بأمره طبعا هون أنا عملتلكم إياه طلابي على طريق جدول وأكتبوه عندكم على ورقة جانبية ويتم وضعه في الكتاب للدراسة عنه نظام الوزارة في الأندلس ونظام الوزارة في الخلافة العباسية وجهي الشبع بين النظامين كان تقريبا نظام الوزارة في الأندلس بيشبع النظام الوزارة في الخلافة من حيث أنه كان الخليفة هو رئيس الوزراء نفسه بعدين اتطور هذا الاشي في الأندلس فصار رئيس الوزراء هو يسمى بالحاجب هو الوسيط بين الوزراء والخليفة ويرتفع مباشرة للسلطان في أي وقت كان بعدين اتطور حتى استمد بالحكم وصار من اختصاصاته بيشمل الشؤون المدنية والعسكرية بسبب ضعف الخلافة الأموية طبعا من رئيس الوزراء الفعلي في الأندلس كان يسمى بالحاجب وهو أعلى مرتبة بين الوزراء فيعمل كالوسيط بين الوزراء والخليفة ويرتفع مباشرة للسلطان في كل وقت فهو رئيس الوزراء الفعلي في نظاف الخلاف العباسية كان يسمى بالخليفة اللي هو تقريبا الحاجب عند الأندلس بس شو مهمته هون فهو الذي يقف بباب الخليفة ويحجب العامة والخاصة عن الخليفة إلا بأمره في ظهر عندنا هون أنواع للوزارات في الأندلس ففي عندنا كان وزير لحساب المال وزير للترسيل أو البريد فيه كان وزير لحوائج المتظلمين ووزير لأحوال الثغور ومن ثم وظيفة الحاجب اللي هو حكينا أنه عبارة عن وسيط ما بين الوزراء هدول والسلطان وكان يرتفع عنهم بمباشرة للسلطان في كل وقت طبعا لازم نكون عارفين أيضا من أشهر من تولى منصب الحجابة في الأندلس هو الحاجب المنصور بن أبي عامر وهو أسس الدولة العامرية في الأندلس في عهده الحجابة أخذت منحة آخر من أي ناحية؟ من ناحية أنه كانوا يدعولوا في المنابر وكانت تنفذ الكتب عنه وأخذ الوزراء بتقبيل يده فصار تقريبا يساوي الخليفة من ناحية المراتب لكن الفرق بيناتهم المسمى هلأ بنا نتعرف على ثالثا القضاء في الأندلس من حيث مهام قاضي الجماعة والشروط وصفات قاضي القضاء صفات قاضي القضاء اللي بيختارها الخليفة طبعا أول إشي بنا نعرف كيف احتل القضاء في الأندلس أهمية كبيرة من قبل الخلفاء واحد أنه كانوا يعين الخليفة منصب قاضي الجماعة كان أيضا للقاضي شروط معينة حتى يتم تعيينه في سلك القضاء استماح ببقاء النظام القضائي بأيدي المسيحيين أنفسهم لإدارة شؤونهم الخاصة وكمان فصل قضاء الجنايات عن باقي القضايا الأخرى وبتولاها شخص اسمه صاحب الشرطة ما هو منصب قاضي الجماعة هو بمثابة قاضي قضاء يقوم بالإشراف على القضاء في البلاد ويقيم في العاصمة قرطبة طبعا صفات قاضي الجماعة التي كان يختارها الخليفة بنفسه هو أن يكون عنده تفوق بالقضاء ثانيا علو العلم وقوة الحزم لكن من مهام قاضي الجماعة واحد تنفيذ الإشراف على موارد الأحباس وسجلات الفتاوي ويقوم بالمصلين في أيام الجماعة والأعياد خصوصا في مساجد الكبرى في قرطبة والزهراء لكن شروط القاضي أو شروط تعيين القاضي أن يكون فقيها في مذهب الإمام مالك بن أنس وهو مذهب مالكي انتشر في الأندلس وأن يكون مشهود له بالنزاهة والاستقامة وأن يتقن اللغة الإسبانية طبعا هي اللي كانت في بداية عهد الدولة الأموية طبعا بسبب سياسة التسامح الديني اللي كان بيمارسها المسلمون سمحوا ببقاء النظام القضائي بأيدي المسيحي أنفسهم أنهم يديروا شؤونهم الخاصة وأطلقوا على متولي القضاء عند المسيحيين باسم قومس إلى جانب القاضي في طبعا فيه كمان بجانب قاضي العادي في الأندلس كان يوجد قاضي آخر كان يسمى له قاضي الجنايات وصاحب الشرطة شو تعريف صاحب الشرطة؟ هو إحدى المناصب في السلطة القضائية بمثابة قاضي للجنايات ينظر ويفصل في الجرائم السياسية والمدنية وكل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد طبعا هون يعد تعريف صاحب الشرطة وأيضا مهام صاحب الشرطة اللي هو قاضي الجنايات هلا بنا نتعرف على التقسيم الإداري في الأندلس كيف أسس عرب الأندلس النظام الإداري للأندلس استفادوا من حيث النظام الإداري اللي كان أصلا موجود بالأندلس من قبل الفتح الإسلامي وادخلوا عليه بعض التعليمات اللي بتتلاءم مع طبيعة النظام الإداري الإسلامي هلا قسمت الأندلس إلى عدة ولايات أول وحدة ولاية الأندلس اللي يتقسم لقرطبة وإشبيليا وولاية طليطلة وولاية ماردة وسرقسطة وأربونة هي هاي أقسام الأندلس لكن قرطبة لماذا عرفت بقاعدة الأندلس الأولى فسر أو علل لأنها ذات موقع متوسط بين الساحل والداخل هلا طبعا إحنا حكينا أنها تقسمت إلى ولايات فكل والي كان مسؤول عن شرؤون ولايته وطبعا كانت الولاية هي عبارة عن مجموعة من المدن تسمى بالكور وكل كورم يتبعها عدة أقاليم وكل إقليم يتبعها عدة أجزاء شو هاي اسمها الأجزاء وهي أريافون عندنا السؤال حدود الأندلس الطبيعية بمثابة حدود سياسية ليه؟ لأنه بسبب طبيعة البلاد الجبلية في الأندلس وأيضا أن حدود الأندلس الطبيعية كانت تصلح أن تكون حدود سياسية وحدود إدارية واضحة المعالم طبعا ما هو تعريف الكور هو عبارة عن لفظ ظهرة في مصر وبلاد الشام للدلالة على الأجزاء الإدارية وهو عبارة عن مجموعة من المدن اقتبصه الأندلسيون فيما بعد كمسمى أطلق على هاي المدن اللي كانت موجودة في بعض الولايات الموجودة في الأندلس يعطيكم العافية طلابي بتمنى أنكم تحلوا الأسئلة على الدفتر وهيك بكون غطيت معكم الدرس ويعطيكم العافية